Special Types of Acute Myeloid Leukemia AML أنواع AML يعتمد الأطباء على تصنيف المرض للمحاولة بالتنبؤ وتوقع مسار المرض، مما يساعد الطبيب على اختيار العلاج المناسب للمرض. أحد الأشياء الرئيسية التي تميز سرطان الدم النقوي الحاد عن الأشكال الرئيسية الأخرى لسرطان الدم هو أنه يحتوي على ثمانية أنواع فرعية مختلفة والتي تعتمد على الخلية التي تطور منها سرطان الدم. قام مجموعة من خبراء سرطان الدم الفرنسيين والأمريكيين والبريطانيين بعمل تصنيف للمرض، وذلك حسب شكل الخلايا المصابة ودرجة نموها من M0 إلى M7. سمي ذلك التصنيف بـ FAP أي French American Bridge. تصنيف FAP تشمل أنواع سرطان الدم النقوي الحاد على ما يلي. M0 سرطان دم النقوي حاد غير متميز Undifferentiated AML M1 سرطان دم النقوي الأرومات نمو أولي Myeloplastic leukemia M2 سرطان دم النقوي الأرومات نمو كامل Myeloplastic leukemia M3 سرطان دم السلائف النقوي Promylocytic leukemia M4 سرطان دم وحيدي نقوي Myelomunocytic leukemia M5 سرطان دم الوحيدات Monocytic leukemia M6 سرطان دم متعلق بسلسلة الكريات الحمر Erythroid leukemia M7 سرطان دم الخلايا كبيرة النواة الأرومي Megicarioplastic leukemia تصنيف منظمة الصحة العالمية WHO قسمت منظمة الصحة العالمية سرطان الدم النقوي الحاد إلى مجموعات 1- سرطان الدم النقوي الحاد مع بعض التشوهات الجينية التغيرات الجينية أو الكروموسومات سرطان الدم النقوي الحاد الذي يتصف بوجود خلال وراثي خلوي وعادة ما يكون هناك انتقال مكاني بين الكروموسومين 8 و21 الكروموسومين 15 و17 أو انقلاب في الكروموسوم 16 المصابون بهذا النوع لديهم فرصة جيدة للعلاج وتوقعات سير المرض تكون عادة جيدة 2- سرطان دم النقوي الحاد يتصف بخلل التنسج متعدد سلالات ويصنف المرضى تحت هذا النوع إذا سبقت إصابتهم بمتلازمة خلل التنسج النقوي Myelodysplastic Syndrome أو متلازمة التكاثر النقوي Myeloproliferative disease 3- سرطان دم حاد النقوي نتيجة العلاج الكيميائي ترجمة نانسي قنقر